ارفع كتابك المقدس خان اولى سوا جاهزين مع بعض خان اولى مع بعض هذا هو كتاب المقدس انا اؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي لا وجد فيها تشويش انا جاهز كي استقبل كلمة الايمان التي تزرع فيها فتعطي سمار 30 60 ومع سوف اتغير بنعمة يسوع سوف اتغير بكل تأكيد وحقك كل مقاصد الله في حياتي تعال يا رب غطي هذا المكان بالدام حوطو بالملائك سيدي مجد زيتك في هذه القاعة انت ارتفع بقوة ليكن يا رب حضورك يملأ كل قاعة كل ارجاء هذه القاعة سيدي لي ليعلن مجد يسوع وحده انت تزيد ونحن ننقص انت ترتفع ونحن ننقفض ليس لنا فقط ليسوع نعطي كل المجد لا احد اليوم يخرج كما دخل لكن يخرج وهو مخلص مشفي ومحرر باسم يسوع المسيح وشعب الله يقول امين سوما امين تفضلوا نذهب من جديد نذهب معي إلى انجيل يوحنى لساحة 15 هناك نبدأ ولكن لين نذهب الله سيقودنا انجيل يوحنى لساحة 15 ذكروا انو سميناها هذه السنة هي سنة الاسمار أو سنة الكيرازة وسنة الأحلام والرؤى هي سنة الكيرازة الاسمار والأحلام والرؤى ولأنو سميناها بهذا السلوب في شيء ما الله يرجع يضول لنا في هذه الأيام على قيمة الحياة المسيحية قيمة الحياة المسيحية يعني بمعنى شو هي الحقيقة طبع الحياة المسيحية لأن الكثير مننا اختصروا الحياة المسيحية بأشياء كثيرة ولكن تشكركم اليوم الشيء الذي كان يتحدث للأسيس بول كان يتحدث بالحياة قلبي الأشخاص الذين تسعى وراء يسوع قلب يسوع حقيقة أنتحية ليسوع مئة بالمئة وهذا الذي كنت تحدث في نهار الجمعة ولكن أنا أريد أن أشجعك اليوم جديد أن تتابع مياه على الواتس أب للأشخاص التي تسمعها أو حتى ترى المقتطفات تابع الفيديو الذي ينزلون على الفيس بوك ولكن أريد أن أشجعكم من كل قلبي أحبا بأن ترجع تقرأ من جديد أهمية الشيء الذي يتحدث به يسوع لك ما قال يسوع أنا الكرمة وأبي الكرام كل غصن فيها لا ينتج ثمرة أن يقطعه من جديد نبسط دائما نقول أن الكرام يعني جورج لأن هناك الكثير أشخاص اسمهم جورج في لبنان جورج يعني الكرام هللويا أنا الكرمة وأبي الكرام كل غصن فيها لا ينتج ثمرا ينقيه كل غصن لا ينتج ثمرا يقطعه وكل غصن ينتج ثمرا ينقيه لينتج مزيد من الثمر أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به لاحظ كلمة ثمر في أي وحدة تأتي ثلاث مرات هذا دليل على التركيز واضح جدا تركيز الراب يسوع المسيح في هذه الآية على الإصمار شكل من الأشكال أنت مدعو أصلا أنت ولدت من أجل أن تسمع مدعو من أجل أن تحيا حياة الإصمار في شيء غير طبيعي بإنسان لا يسمع في شيء غير طبيعي أن تحيا حياة ما فيها ثمر وعلى هذا الأساس استقرأ وتكمل تقرأ لحش كامل وقال قال فاسبتوا فيي وأنا فيكم كمن الغصن لا يقدر أن ينتج ثمرا إلا إذا ثبت في الكرمة فكذلك أنتم إلا إذا ثبتتم فيي أنا الكرمة وأنتم الأخصان من يثبت فيي وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا فأنكم بمعزل عني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا ولاحظوا أنه يعطيك المفتاح عن الإسمار يعطيك المفتاح أنك تعيش حياة مسمرة هنا على الأرض أنت لا تدعو أن تكون مجرد اسم محطوط في التاريخ بالحقيقة وبعدين الناس تذكرون وبعدين يكتبون على الحيطان وبعدين يصبح وراء ظهرنا وبعدين يصبح أنت مجرد رأم يزيد على هذا العالم كما نرى اليوم على فكرة اليوم صباحا وقيت على الخبرية في أربعين واحد ميت بحر إيجي كل يوم تقريبا في أربعين خمسة أربعين شخص مبارح شيء عشرة أطفال لموا من بحر إيجي أرقام عم تروح أرقام حوالي ثلاثمائة ألف واحد خمس سنين راحوا وأنتي لا تدعو أنك تكون فقط رقم أنت مدعو أن تغير في هذا العالم أنت مدعو أن تكون مسمرا أنت مدعو أن تكون فعالا فيما الله قد دعاك أن تفعله في هذا العالم أحد أقول ما أمين اليوم وعلى هذا الأساس في هذه الدعوة العليا لله التي اليوم كنا نقرأ عنها من خلال ما قاله الرسول بولوس إلى أهل فليبي الذي كنا نقرأ لي الأسيس بول بالحقيقة أنت مدعو أن تصمر أنت مدعو أن تصمر والشيء الذي كنا نقرأ أيضا بأنه الذي لا يعطي سمر يقطعه وكل غصن يعطي سمر ينقيه من أجل أن يُعطي مزيد من السمر أبتعرف كنت دائما أنا أفكر أن الغصن الذي لا يعطي سمر يقطعه فمنها بس الغصن الذي لا يعطي سمر كتعمول أنا يحممه مثلا يقول الكتاب ينقيه حتى لي يعطي سمار أكثر، بمعنى من المعاني رب شايفك قد أسمرت لكن يريدك أن تصبر بعد أكثر، وبمعنى الله يعرف الإمكانيات التي عندك إياها، وعلى هذا الأساس يريد أن يخرج منك الأفضل، وكل مرة أنا وأنت نخضع للتلمزة، نخضع لحياة المسيحية التي نقطع فيها بالتحديات، والحديات التي نقطع فيها في هذه الحياة هي من أجل أن نتنقى، أقول له لحدك أن ننقيه من أجل أن يسمر أكثر، سأكون لدي فرصة أكثر أن نتحدث عن التنقية في الأيام القادمة، إنما في البداية قال يقطعه، إنما كلمة يقطعه عندما تعد تدرسها بالحقيقة، كلمة يقطعه هي لا تشمل بالحقيقة فقط القطع، لأنه بعدين يقول قال تجمع الأخصان لكي الجافة منها تذهب وتحترق، وهناك شيئين هنا أريد أن أعلم عليهم بسرعة، هو أن الغصن الجاف هو نتيجة أنه غير ثابت في الكرمة، أقول معي هكذا، الغصن الجاف هو لأنه غير ثابت في الكرمة، وبشكل من الأشكال لا يهمني الأشخاص الذين تعرفون أن أشخاص لديهم كثير من قصص تقول لماذا هي عيشة بفتور، لديهم كثير من قصص تقول لماذا بالحقيقة عيشة بجفاف، والجفاف في الحياة المسيحية ممكن أن يكون بعدة أشكال وألوان، وعادة إذا تعد تسأل الأشخاص، هناك أشخاص يضعوا الحق على الكنيسة، هناك أشخاص يغيرون كنيسة، أشخاص يغيرون أسس، أشخاص يقول لك لا أريد أن أعلم ماذا أفعل، هذه الطريقة أو ليس هذه الطريقة، وعندي خبر لك، الموضوع لم يقل دخلة، لا بالكنيسة، ولا بالأسيس، ولا بالأخوة، ولا بالتحديات، لأن أين لا تذهب؟ تعرف أن هناك أحد يأخذ معك، أنت، وهذه هي المشكلة، أقول له أين لا تذهب؟ هناك أحد يأخذ معك، هو أنت، أقول له لحدك، هذه الكنيسة كانت كاملة، لنهار الذي أنت أجيت، هلالوية، لأنه عنصر البشري في أي مكان، يعني قلت كمال، أقول أمين، وإذا أنت مفتكرة بأنه أنت فلت من مكان، وذهبت إلى مكان آخر، سيحل الأزمة، عندي خبر رأيك، يمكن لأول شهرين، ثلاثة، أربعة، بمشي الحال، لكن بعدين سترجع تكتشف بأنه، هناك عيدة، سهاك، فارس، هند، نجوة، بولين، أشخاص موجودين هنا، لكن هناك ستجد سابين، هنا بولين، هنا ستجد سابين، هنا ستجد سابين، بلل نجوة، ستجد سلوة، وبذل عيدة، ستجد سيدة، وميسيا، ميسيا لا يوجد منه، فقط بكنيس الحياة الفيالة، هذه النوعية لا تجد منه، هذا نادر الوجود، لا تجد منه، دخام، دخام أصلي، تجد منه، لا يوجد، أنا أريد شجعك، تعرف أنه بالحقيقة، أين لا تذهب؟ ستجد منه، هناك أصص، الآن، كل الكنيسة فيها مشاكل، معها كنيسة حياة الفياضة، نشكر الله، نحن الكنيسة الوحيدة التي لا يوجدها، قل هاللويا، نحن الكنيسة الكاملة، الوحيدة الموجودة في العالم، هاللويا، أكيد لا، لكن طبعاً، هذه هي التي يجعل ما نسميها التلمزة، هذه الأصص، هذه الأشياء التي نقطع فيها في أي مكان، بأي جماعة، بأي احتكاكات بين الأخوة، بأي أصص تصير عادة، بأي جماعة، بأي شيء يحدث معك، هو جزء من مرحلة إعدادك لكي تصبر أكثر، هل تسمعني؟ لكن النقطة بأنك أنت تجف، هو ما له دخلة بهذه الأصص، هو له دخلة بأنك أنت غير ثابت في الكرمة، وحيش تحط الحق على فلين وعلتين، لأن إذا أنت ثابت في الكرمة، هذا لا يضعك تجف بأي شكل من الأشكال، أشخاص الذين شعروا بفتور، أشخاص الذين شعروا بتعب، أشخاص الذين تقولون، ما بقى متلقابل، ما بقى متلقابل، ما بقى متلقابل، ليس مرتاح إلى آخرة، الموضوع لا يوجد دخلة بأنك تغير واعز، هللويا، أنا أعتقد لأن الواعز كثير منيح مجداً لياسوح، هللويا، أعتقدك، هذا برأي، أنا برأي، لكن إنه دخلة بأنك أنت تثبت في الكرمة، بأنك تعود وتطعم في الكرمة، في رسالة روما، الذي يجعل الإنسان يثبت من جديد هو الإيمان، والذي يجعلك لا تثبت من جديد، والذي تطعم هو عدم الإيمان، قل معي، الذي يثبت، الذي أجعلني أثبت… هو الإيمان، وهذا الأساس، وإياك بنتذكر مع بعض شي لأنا بس عم ذاكرك في بعض القصص التي أعلنتها نهار الجمعة هي بالحقيقة بأنه بسفر التكوين في بداية كل أمر الرب إزبارك آدم أول ما وعي آدم على هذه الحياة سمع صوت الرابع يقول له أنمو أكسر أسمر أملأ الأرض بمعنى من معاني عم يعطيه هدف الوجود هي أن تصبر أنا قد خلقتك في البداية نجل أن تصبر أنت مولود لأجل في شيء ليس طبيعي أن لا تصبر أسمعني تلوها لن يجرع شجرة ولكن لا يوجد سما ليس طبيعي بيعمل كل شيء تجد أشخاص اليوم تعمل كل شيء من أجل أنه تنال الشفاء لأنه ليس طبيعي تكون مريض أسمعني هذا يجعلني قليلا أتحير للأشخاص الذين يعتبرون أن المرض هو جزء من خطة الله لحياتنا هناك أشخاص يفكرون يقول له هذا ليس علامك يا إسوء ما أريد أن أقول أنا هكذا هم سيب جتني من الرب أنا لازم أقبلها ما أريد أن أقول أسمعني لا يوجد مرض من الله الله لم يمريدك نعم أسمعني أنت هنا نعم ما هو هذا الله الذي يمرد الناس يعني لا يفهم أنت تعرف أن يسوع عندما رأيني رأى الآب نعم صحي أم لا يعني بمعنى آخر كل شيء بدك تعرفه عن الله تشوفه بيسوع كل شيء إذا لم ترى الله هذا الآب لا أحد يرى الآب إلا الإبن الذي هو في حد الآب وهو هذا لماذا أخبركم أسمعني بدك تعرف كيف هو الله انظر إلى يسوع بدك تعرف إذا هو محبة انظر إلى يسوع بدك تعرف إذا هو بده يشفي انظر إلى يسوع رأيت لك يسوع فات إلى أي مكان في أي ضائعة أي قرية في العالم وبدأ يمرد الناس رأيت لك رأيت يسوع مثلا فات إلى كفأل ودخلها إلى كفرنحوم وقال أريد أن أبارككم ببعض السرطانات يلا تباركوا روحوا رش عليهم شوية سرطانات تباركوا تباركوا بالسل والطعون هللويا روحوا H1N1 يلا كب عليكم فيروس استقبلوا استقبلوا رفايدك استقبل فيروس عملها يسوع شي مرة لكن قال كان يجول يصنع خيرا شو كمين ويشفي جميع الذين مين تسلط عليهم مبليس هذا يسوع وبعدين إذا أنت معتقد بأن المرض هو من الرب لماذا تذهب عند الحكيم إذا المرض هو من الرب وانت تذهب عند الحكيم لتشيل المرض الذي أعطانك يعني أنت تعصي أمر الله الله يريدك أنت تذهب عند الحكيم ويقول ما أعطاني أعطاني أعطانك أعطانك الحكيم ها لكن مثل واحد حكيم لأن المرض ليس من الله ليس طبيعي أنك تكون حقيم ليس طبيعي أنك تكون مريض ليس طبيعي أنك تكون غير مسمر هناك شيء غريب الإنسان يحيى بفشل أنت ليس مدعو أن تفشل ليس مدعو للفشل مدعو للنجاح للإسمار لكي تتكاسر ولاحظ من جديد بعدما الله قضى على الخليقة التي انضربت بعد آدم وأتى نوح بعدما أنه نوح عمر الفلك لمئة سنة وجمع كل الحيوانات تقول كتن أدس واستقر الفلك على جبل أرارات بأرمينيا هاللويا كنت عرف أنه ستنبسط لكي قلت هاللويا واستقر الفلك بقول كتاب المقدس بأنه سمع صوت الرب من جديد عم يبارك نوح وبارك الله نوح في رب لصحة 8 من تكوين شو كمين قال له قال له أنمو وكسر واسمر وامل على الأرض اسمر أنا قد أعطيتك كل ما أنت بحاجة لأله للاسمع أن تصبر كل غصم لا يسمع الذي يجعلني أثبت هو الإيمان والذي لا يجعلني أثبت هو أعد الإيمان ما هي النقطة بالموضوع يا أحبة هي الشيء التي نقول عنه اليوم لسي سبب هو أنا وأنت نكون نعرف الرب ثابتين فيي بمعزل عني لا تستطيع أن تفعل شيئاً لذيء الوقت لا أستطيع أن أفعل بكل شيء عندي لكم اليوم لكن سأقل لكم بعض الأساس السريعة أنت مدعو أنت تقابل مع الله شايف عندما تتقابل ما يقول الحياة المسيحية أحبة هي ليس حياة تقصية تعلم ما يعني تقصية يعني وشبت تعلم ما يعني وشبت رحل لك شعني وشبت لأن الأشخاص لا تفهم ما يعني تقصية أنا وصغار نقول رحنا على اجتماعات تقصية أو كنيسة تقصية ما يعني تقصية يعني تتبع تقويم ماء وهذا تقويم الماء قائم على بعض العمول ولا تعمل الوصايا بمعنى من المعاني علاقتي مع الله هي علاقة دستور هل تسمعني؟ بمعنى من المعاني تخيل بأنه أنا اللي بيربطني مع مرتي أو اللي بيربطني مع بنتي هو قوانين تعمل هيك أو ما بتعمل هيك تعمل هيك أو ما بتعمل هيك تعمل هيك أو ما بتعمل هيك سمعني أحب حتى في العهد القديم اللي هو عهد الشريعة لم يكن موضوع بهذا الأسلوب الله يطوق ليس أن يخلق سمعني مؤسسة إنما الله سمعني إذا عطى الصفة لزاته ما أجل قال أنا المدير العظيم في هذا العالم قال أنا الأب اللي هيك لحدك اللي هو الله أب اللي هيك اللي هو الله ليس كأب الله أب وبمعنى من المعاني الله لا يطوق أن يصنع مؤسسة الله يطوق أن يصنع عائلة الله قرر يعمل عائلة واللي بيجمعك بعائلتك هو ليس عمله أو ما عمله صح بيضل بنتي بيضل منيح بيضل بنتي النهار اللي طالع ريحتها ومشوش شديني هاللويا بيضل بنتي اسمعوني النهار اللي عملت مثل ما بدي أو ما عملت مثل ما بدي بيضل بنتي لأنه اللي بيجمعني فيها هو عهد عائلي وليس قوانين عموله ما تعمل حتى في العهد القديم لحشو قال الكتاب المقدس لما بتقرأ في أي وبسرعة لديق الوقت خروج الإصلاح 25 22 لك شؤال 22 قال وهناك أجتمع بك وأكلمك بكل ما أصيك بقول الكتاب الله يحكي لموسى يا موسى اسعد إلى هذا المكان لن أدعوه أنا ويك لا تسمعوني أدعوه أنا ويك كل الفكرة هي أن يكون عندي شركة معك كل الفكرة يلزتي مع بني آدم كل الفكرة أن يكون عندي علاقة أنا ويك قال ليك هالكلمتين أجتمع بك لاحظ وأكلمك تعرف الدين شو الدين أجتمع بك وأنا أكلمك سأخبر صلوات وقعد ونزل حتى بالآخر اختصروه تعرف أنه سمحوني لكن إذا أحد يزعج مني أنا لم أخصني خبرك الحقيقة صدقني صدقني لا تصدقني أحلوف لا أحكي تعرف بالتبت البوديين اخترعوا طريقة صلوات وهي دولاب دولاب الصلوات لأن الناس الذين يتطلعوا على الجبل لن يوجدوا وقت ضايعوا بأن تصلي وتولع شموع لبودة وكل هذه الأسس وتعامل بخور وتقدم كل العطاء وطبع ما يتعاملون هي تولع شمعتين وبرم دولاب ومشي الدولاب مكتوب عليه صلوات مكتوب عليه أسس ولكن تبرمه ويصلي إذا أنت ماجي هل يتعاملون نابس رجبون يا أخي تخيل علاقتي بأله هي علاقة دولاب دولاب مع دولاب ومشي تخيل اللي بجمعني بأله هو دولاب ببرمه الوست هل أنت عم تضحك سمعني بس فيه ناس اللي بجمعهم بقللي بعض الأسس اللي برددوها بعد كل يوم أو بعض الأوقات سامحوني بس أنا وبنتي محي هيك بنعيش أنا بالقطة كشمجها بحبها بشامشمها هي تقالي أبعد أبعد لا تحكي بس أنا مبسوط بشو عن مقال علاقة، ليس للم؟ تخيل أن أبنتي بكرة تكبر قليلاً، أبي سبحانك أنا أأتي إليك لك أطلب ابنك بعض القصص، استجبني؟ أفقه كف بجيبه بآخر الباخر. لا أسمعوني أحبه، وليس ذلك، في الخمس دقائق التي لديها، سأقول لك بعض الخرافات. خرافات العلاقة مع الله. لأن هناك ناس اعتقدت بأن العلاقة مع الله هي كنية عن بعض الصلوات ترددها، تميسة تحضرها، بعض القصص التي تعملها، لكن ليس هي العلاقة مع الله. الخرافة الأولى، أريد أن تعرف أول خرافات، الخرافة الأولى مع العلاقة مع الله هي هذه. هل تستطيعون؟ تذكر معي أن الله يجتمع معك، والله يريد أن يحكيك. ليس أنت الذي تحكي، هو الذي يريد أن يحكيك. أول خرافة، أول خرافة للناس زرعتها برأسنا كلنا، بأنني لا أستطيع أن اجتمع مع الله غير الساعة ستة الصبح. تسمع وعاز، وتسمع أشخاص بأن وعيد الساعة ستة الصبح، كنت قاعدة أصلي، لا، اسمعني، إذا أنت تعملها، الله يباركك، لكن ليس معناته أن الله غير الساعة ستة الصبح، لا يظهر بالليل، لا يكون هناك. لأنني أخبرتك، بالحقيقة، أول مرة ذكرت إلى لندن، ذكرت زرة الكاتدرائية تبع جان واسلي، وهناك كاتدرائية كبيرة لجان واسلي، وقد رأيتها، وأيضاً رأيت محلات، رأيت أين كان يقعد، أين كان يصلي، ماذا كان يعمل وخي، أين كان يكتبون الترانيم، رائع، والذي يذهب إلى لندن، إذا أذهب إلى لندن، تذهب إلى شجعك، تتفرج على هذه الأساس، لأن واحد من أهم رجالات الله التي عيشوا في العصر الماضي، بالحقيقة، وهو جان واسلي، وهو قد أقام الكنيسة المتودية في العالم، وهذه الكنيسة اليوم، طبعاً تعد ملايين، إنما النقطة بأن هذا الرجل بقصته، أنه كان كل يوم من الساعة 3 السبح يوعى، إلى الساعة 6 السبح يصلي، ثم سابعة يتروى، ثم يجتمع مع تلميزه عشر ساعة 8، لكن كل يوم من الساعة 3 السبح إلى الساعة، قلت، قلت، لماذا لا أفعل ذلك؟ قلت، أنا أريد أيضاً، أريد أن أعيش ذلك، ثم جربت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، قلت، 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 وقلت سنة سارعة، لسنة بعدين رجعت إلى لندن، وخبروني شيء ما لم يخبروني أول مرة، صحاك، قالوا لي أنه، أنه بيقوم الساعة 3، وبيضل يقعد يصلي للساعة 6 السبح، قالوا لي يا هادي، ولكن ما قالوا لي أنه بينام الساعة 6 بالليل، ما قالوا لي، أنه إذا واحد نم الساعة 6، منموم يقعد الساعة 3، تسع ساعات بزيادة برأيي أنا، لا، ماذا بكم؟ أنه نم واحد تسع ساعات، ماذا أريدك تعمل؟ ما تسعب، خلاص، بلآخر، طمنا، شهيته، ما بيك شيء، ولكن الواحد نم ساعة 12، ماذا بيقوموا ساعة 3؟ ناس معني أحبة، نحن نقرأ هكذا قصة صويت، ونحن نقول، ما هي الصعبة، ناس معني أحبة، الله يريد أن يتقابل معك، بغض النظر، أي ساعة، و أي وقت، الله يتقابل معك، لا تحط قصص، تقول أنا الساعة 6، إذا كان هناك أحداً يعملها هنيئاً لك، و الله يباركك، ولكن أم مرتاح، الرب يفضل أنك تقوم واعي من أنك تقوم نيم، لأني أريد أن أقول لك، لأني مرة أنا قمت هيك، قلت له يا رب تكلم، قال لي، روح نم، روح، ما تكلم، لماذا أنت تسمع أصلاً؟ و بعدك ترى أحلام، يا رب تكلم، تكلم يا رب، روح نم، تكلم، تكلم، تكلم الرب معي، قال لي روح نم، هللويا، واحد من الخرافات، للناس تشعر أن أنا يجب أن أقول ذلك، تستحق أن أسمعني، إذا أنت تكون بأحلى أوقات، قوم، خدوش، تكون تماماً، وعمي بالمئة، و أعود ساعتها مع الرب، لا تكون صح صح، مضبوط، لا يتحدثون عن الساعة، ستسبب، أول خرافة، الثاني خرافة، التي تسمع الناس، يقولونها، أقل له، يجب أن تقعد ساعة في محدى الرب، إذا لم تقعد ساعة، يعني أنت شخص ليس مؤمن حار، هل تعرف أوقات الخلوة بالضل، خمس دقائق؟ أوقات أنت بحاجة لكلمة واحدة، تسمعها، خمس دقائق؟ هل تسمعوني يا حب؟ لأن الموضوع ليس قانون، أبدأ أن أقعد ساعة مع الرب، أقعد ساعة، ثم أصبح أطلع في الساعة، وأن أصبح أطلع من نرفزة، لأنه لا تقطع الساعة، وعنده أشياء كثيرة أعملها، رب الله خيفل، لا تسمعوني، خرافة أن تقول، أنا أقعد ساعة ساعة، وخرافة أن تقول، لأنني أسمع كثير وعاز، وأنني أشعر أننا نقل، ووو، لكن أنا لا أعيش أبداً في حياتي، لا، الموضوع ليس ذلك، يا أحبة، الموضوع ليس أنك تقعد ساعة ستة، موضوع أنك تقعد. والموضوع ليس أنك تقعد ساعة، موضوع أنك تقعد، ثم ستقعد، وكيف تقعد، حتى لو خمس دقائق. ثالث خرافة، هل تعلمونها؟ ثالث خرافة هي أن الله سيتقابل معك بنفس الطريقة التي كنت تقريها في الكتاب المقدس. ستكون قاعداً فجأة يفوت ملك، لا أعرف المناس خرافة، أو فجأة يفتحوا الشبابيك، والبرادة يحدث، ونور يسطع، لا أحد مرة أصبح ذلك يا أخي، ولكن لدي خبر لك، وحتى في الكتاب المقدس، نادر ما أصبح ذلك. تعلمون أنه عندما يتحدث الله مع إبراهيم، كان صوت في داخله، عندما يتحدث الله مع إليه، كان صوت في داخله. الله لم يأتي بالريح، الله لم يأتي بالعاصفة، الله لم يأتي بالزلزال، قال أتى بصوت خفيف في داخلك. نحن نعتقد أنه سأقعد قدام الرب، قد قدام الرب، يصبح يظهر. ما حدث؟ أشابتوا على الكببية، أقول لكم، ما سأقول الرب؟ تكلم يا رب، فأنا عبدك يسمع. أنه سأكون معتقدين بأنه سيصبح شيء عجيب. لا أعلم ما سيصبح. أيضاً من الخرافات التي سأعتقد بأن الله سأعلم. عندما تدبس الكتاب المقدس، سأكتشف بأن الله كان يحكي معك، مع الناس كما يحكي معك. أنا لدي خبر لك. أخر شيء لأني لا يوجد في وقت. هناك خرافات التي أخبركم عنها في الأيام القادمة. لكن لأنه سأخبرك الخرافات، ثم سأخبرك عن الحقيقة. حقيقة أنك تقعد مع الرب. ما يعني؟ كم أحد يريد أن يعرف الحقيقة؟ تعجمها. هللوية. أمين. لكن الشيء الأخير يا أحبة، الذي أحب أن أخبركم بسرعة، تعرف أنه نهار الذي تتمتع بالقعدة مع الرب. الحقيقة أن تتعلم شو ما يعنيته أنك يعيش علي أماماً؟ كل حياتك ستغير. كل حياتك ستغير. ستتعلم أنك سأتلك أن كنت سابت فيه. وترى سمر غير عادي في حياتك، وفي حياتك. هللوية. 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 هللوية، هللوية، هللوية. هللوية، هللوية. تعرف معظم الأحيان اللي أنا وياك مع تقدين بأن الله رح يحكي معنا بطريقة غير عادية تلاقي معظم الأحيان اللي بتكتشفوا بأن الله رح يحكي معك بطريقة أنت مش متوقعة حتى قوات من خلال الناس مش متوقعون بس رح يحكي معك اسمعوني لأنه يريدك أن تثبت فيه وأن تسمر جدا ما هي اليوم إذا أنت تقول لي أسيس أنا أحسس بجفاف وفي منكم أقول أنا أحس أني غصن عم يحترق تعرف حتى هذول الأخصان الراب رح يعالجها اليوم باسم ياسوع اليوم رح يضمدك ويطعمك في الكرمة من جديد ويقول لك إذا أنت غصن بري وعم طعمك كان بالحر إذا أنت غصن أصلي سوف أطعمه نهارا تأتي لعندي بالتضاع وتقول لي يا رب ارحمني وأنا بحاجة يا رب أنا أحطيت حطيت الحق على فلان في ناس عسرتني سمعوني أحب العسارات رح تأتي وينما كان وينما كان وينما تروح في عسارات وينما كان في ناس غريبة الأطوار وينما كان وينما كان في مؤمنين كويسين في مؤمنين عجيبين هاللهو يسموني ذلك مؤمن عجيب لكن إذا أضعني أضع الأصص أنه هؤلاء 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 يجعلوني أسمي هذه الأصص تصبح تشوّش ستبتك تشوّش كل حياتك لكن النهار اللي بتكون ثابت فيه بفضله بقول كتاب قدس لا يعسرك شيء هانوا أبعض هاللهويا الله رادنا هرجو رحكم مكمل معكم كيف فينا قادة حقيقية مع الرب سأكملكم سلسلة خورة فاة القاعدة مع الرب هاللهويا رفع ديك أمام الرب اللي سويني قبل ما نهي الاجتماع إذا أنت هذا الشاب اللي بتقولي أسيس أنا جاف حيث حالي جاف حيث حالي منقطع إيه لربما لأنك أنت منقطع عن الغزا عن جسد المسيح منقطع عن أنك تكون سابت فيه رفع ديك راب اليوم سمحني لأن أنقطعت عنك ما سمعوني في شيئين علمني إيهن الرب ولا رح خبرك إيهن إن شاء الله الأسبوع القادم لكن في شيئين علمني إيهن الرب بأن الخروف الخروف مش معمول ليحمل أحمال ولا مرة بتشوف خروف محمله يعني الخروف منه حصان ومنه جمل ومنه حمار ومنه بغل الخروف مش معمول ليكون حامل ولا شيء ما بيقدر بيوقع ومش ناك سمعني نهار اللي بنحط عليك أحمال لك شو قال الراب قال القي كل همك علي مش معمول أنت تحمل أحمال أنت مش مصنوع تحمل أي حمل ما بتقدر مش معاني رح تنكسر إذا بتحمل أي حمل تاني شيء اللي تعلمت الخروف في كتير حيوانات برية في العالم لكنه لا يوجد خروف برية هل سمعني؟ لا يوجد خروف يربى بالبور يموت لا يستطيع يربى بالبور تجد حمار وحش بسعين برية كلب برية كلشن كل الأنواع حيوانات برية لكنه لا يوجد خروف برية لا يوجد خروف برية لا يوجد خروف أنا رحت على الأدغال في أفريقيا بالحقيقة عشت خمسة أيام بكينيا في قلب الأدغال رأيت الأسودة ونورة لم أرى خروف برية خروف برية تحلق وماشية لا يوجد هذا لا يوجد خروف برية ألف أعلمك اليوم خروف لا يستطيع أحمل أحمال لا يحتاج أن يأتي لكبهم عند يسوع والخروف لا يستطيع أن يكون بالكنيسة لا يستطيع لا يستطيع أن ينقطع عن الجزء وأنا لا أقصد الاجتماع بتحضره أنا أحضر الاجتماع لا لا إذا أنت تفتكر أن هذه الكنيسة لكني ليست الاجتماع الكنيسة هي جماعة التي تتواصل التي هي فكر التي هي رؤية التي هي أهداف التي هي مع بعض التي هي قصص تصبح أنا جو أنا مع بعض قلبي هنا جو هنا عقلي هنا فكري هنا الكنيسة هذه الكنيسة لذلك لا يمكنك أن تكون هناك تقول أنا لا أستطيع بحد منها راح تفل لربما لذلك أنت جاء الفائدة كله سيدي اليوم تجعل الحياة تدب بأخصان جديد فيدي يا رب في اليوم إذا هناك أي تقل على أي واحد اليوم أنا أريد أن يرمي عند أحضانك عند إجراء إذا هناك أي عصرة أشيلك العصرات سيدي من عقولنا لم أكن أقول الأسيس بول هذه السنة هناك شيء ننسى ما وراء ونتقدم إلى ما هو أمام راب أشيلك فكرنا من الأش الماضي لأن الأش سأتقرر المستقبل لا أسمح للماضي هو يقرر المستقبل لكن أنا اليوم أشكرك يا رب لأن أزرع زرعا يليق بالبر والتوبة وأحصد حصاد يليق بك يا قدوس وأثبت بالكرمة رب اجعل بداية هذه السنة تكون بداية مقدسة القطئ شخص لحدك صلي معه يقول أشكر رب من أجلك بيركو بيركية هاللويا سيدي بصلي أنك تعطينا إسمار لكل واحد كل شاب لكل صبية وتساعدنا يا رب أن نحيا حياة فضلة في المسيح يسوع كل أيام حياتنا مبارك هو الآتي بإسم الرب كل شعب كل شعب الله يقول آمين سممين نعمة ربي ناسو ومحبة طالق الشركة روح قدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بالصحاب المسيح ربي بريكم يا أحبة أكون معكم أراكم إن شاء الله الأسبوع القادم نهار الجمعة ونهار الأحد لا تنسوا نهار الثلاثة سبعة ونص أعلم في هذه القاعة عن مع مدد